هذا وقد عقدت يوم الثلاثاء القمة السابعة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي سيلاك في عاصمة الأرجنتين بوينس ايرس بحضور أكثر من عشرة رؤساء دول بينهم الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا وهو ما يعني أن البرازيل وهي أكبر دولة في أمريكا اللاتينية عادت للكتلة بعد إعلان انسحابها المؤقت في عام 2019 وقد ترأس حفل افتتاح القمة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرننديز حيث أكد على ضرورة تكامل دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكريبي في مواجهة الوضع العالمي المعقد هذا واختمت القمة مساء ثلاثاء بعد توقيع جميع عضاء الدول بيان بوينس ايرس وإصداره وتعهدت الدول الأعضاء بضرورة العمل على حماية مصالح شعوب المنطقة وتسريع دفع عملية التكامل بين دولها اشتركوا في القناة